السلام عليكم ومشاركو جا سباك تكونوا لاباس هاد الموس الجوزية الي جبتها اليوم كنت حابة نحطها لكم يعني مكتوبة في الفيسبوك ولي انو عادد كبير منكم قالوا لي حطينا الوصفة ديتي في اليوتيوب على قناتي ايبا ديسيديت نحطها لكم ميتبعوا المقادر هدي موس الجوزية وماشي الجوزية بسم الله المقادر هدي حنحطها لكم بالكاس هكا ليرفد ميتين وعشرين ملي تاع القازوز هندي كاس تاع سكر هكدا نحطها لكم هكا باش تلقور وحدكم نزيد عليها كاس تعمى هكدا كمانا كنت شوفو نديرهم في كاسرونة وندير في كاسرونة تكون شوية تقيلة هكا باش مت بتتحرق لكم وحطوهم يغلي فوقنا دوك هنه ناطيها لكم هنه عندي ثلاثة بايض بيض عندي ثلاثة بايض والبيض هنه لازم يكون بحجم كبيرة عندي قرصة ملح هاد القرصة تاع الملح هي اللي راح تطلع اللي بلانده شوفو ندرت في البيض و تقدروا تديروه بالباطر انا برك باش ميعيني شو نقدر نفيل مي؟ دونك درتو لكم في البيض هنه جي لعبيتشو تنديرو بالباطر دونك نبدأ ندور في هكا يعني نطلع في البيض هادك كي بدى يدير رغوة و نطلع في البيض و نرمي عليه و نرمي عليه مغرف كبيرة تابعو معايا هنا شوفو كيف شروي غلي دار فقاعات كبار باش نبدأ نتيستينا ما عمديش التغمومات دونك نرفض مغير فا صغيرة و نرميها في مبارد و نتستيغر بيضي إذا درت لي هادك لابول زي ما تجن لي هادك سكر شوفو كي ما ركو تشوفو هكا دونك سيبان هنا يصير تعير واجد داكو دونك شوف هكذا بلا تغمومات غبلا حتى حاجة دونك ونش نزيد نزيد عليه كاس تعسل هنا العسل تعيش شوية غفيف دونك انتو ماما دابيكم عندكم العسل شوية تقيل سيبتوه في الدار رح يكون انكور ميو دونك نحاود نحط الكاسرون غير تغلي يبدأ يفيد برك هادك العسل حي دا الرغوة شوفو كي ما ركو تشوفو دا الرغوة بيضا نبدأ نرميها اوفيلا هنا يرميتو ديراكتما قدتلكم يجيني نتصوير مع الكاميرا دونك هنا رميتو ديراكتما ما ترموش على اللي بغوة ديروش هدك اللي بغوة يعني على البوغة يعني غيسي بلونتعكم سينا يحيتكتل ويدلكم دي خيسو دونك هم مادابيكم في الوسط هنا مع تصوير متو ديراكتما والحمدلله خرجت للغيزوطات كنت هنقول بغيزوطات خرجت للفاس دونك هنطو مار مو انفيل يعني بالخيط غير بشوية ومامتان را كنت نقصو فلا فيتاس وتطلعو بالباتخ ونقعد نقصو حتى يبرد تماما ونقصو بارد هو من الاحسن اذا عندكم كما را كو تديرو بالباتخ وش ديرو ديرو من تحت كاش ليان فيها ما بارد ورا كو تخلطو بش يبرد لكم الخالد شوفوا راح توصلوا لهذا النتيجة هاكدا يدلكم لو بك دو وازو قنا موس الجوزية وما قلناش الجوزية شوفوا وراح نقولكم اوسي كيفاش تلحقو بش ديرو الجوزية سيلا مام ماتود سوف كو الليو اللي ترمو اللمام راح نترمو ديركتو من العسل ونبعد ترموها ديركتو من داخل هكا سيلا مام ماتود يعني طريقة واحدة وتكملو دو نقولكم كيفاش احنا عندي قطع صغيرة تعلجوز مشي هي لكن قولو الموس الجوزية سا بذير كو لازم يكون فيها الجوز دونك هانا يا ابو بخي واحدة 100 جرام ارحيتو ومشي مدشش هذا مرحي بيان خاتك شلو كانت ديرو هدك المدشش ارايحي ومبعد فلا بوش دو يما يخرج لكم شيقعدو ليقوي مو متقدروش تخرجوهم دونك سيبو سانا رحيتو كمرحلة اولى درتها كامل هكا بش يطيني البنا والمرحلة التانية راح نديرها ابخي دونك شوفو كيفاش تخرجو لكم وراهي سخونة هنا يا يعني غير ما تخلوها تبرد راح تشدروحها وتقدرو تبوشيوها عادي دونك فلا هادي هي قلت اللي حبي يوصل للجوز يا وشيدر يحكملو مين بول كيمالا هاكده كتووصلو هادا النتيجة تحطوه على باماغي وتبدوو تطيبو على نار قليل وانتو متحركو حتى تجمد هادي يا الموس تجمد هادي كيان نوغا ومعد في الاخير ترمو عليها وش عندكم جوز ولا بيستاش ولا اللي حبيدو دونك انا ايا هنا ايا بعد ما كملت شوفو كيف راية جارية مي ماشي جارية حاك ما راحا يسخونة دونك نديرها في بول واحد اخر ورايح نخليها في الفريجي دار نغطيها بياسو ونحطها تكوتي شوفو هادي يا تقدر تدري بها الحشوات هادي كيب الشوكولة ولا في كاشغاتو ولا ستخرجوكم سوبر طوب هايلا مالانية هنا باش تقدموها وكام مشروع ثاني شوفو لازم تجي هاكدا شداروها هاكدا ما تدفق ما والو وراه يقلكم سخونة دونك نجيب بان بتي غمكا رايح ندير فيه الجوز من الشاش ورايح ندير إن غوزاس تاع لاموس ندير الغوزاس اللي حبيت ندير هاكدا يندورها ونزيد فوقها الجوز ونزيد نشبحها بياسوغ بالجوز هادي اللي حبيت تعتمدها كمشروع بياسوغ مشاها تكترو الجوز رايح ندير تقدرو تديرو ترحيوه وديرو غير شوية هاكا من فوق دي جاراهي أصلا بالجوز ونزيد اختياري كما حبيت هادي هي الموس الجوزية وش نقول لكم بنا بزاف بنينا 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 وحنا وصلنا للافنت على فيديو جيسبر كما فيديو تكون عجبتكم وتتساوش لغران بارتاش مع أحبابكم وتسابوني والاشان وتطلعوا لي ليلايك ربي جازيكم إن شاء الله مع الياغ نقول لكم تهلا وفير واحدكم إن شاء الله مع فيديوهات واحدة أخرى إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة